كما أكد رئيس الوزراء أهمية دور المحافظين في متابعة الخدمات اليومية للمواطن مضحا أن المحافظة يعتبر واجهة الدولة التنفيذية وأشار مدبولي أن المحافظ له دور مسؤول في متابعة العمل الميداني للوزرات والقطاعات وأن هناك توجهات للمحافظين بمتابعة المدريات والمنشآت لضمان تقديم خدمات ممتازة والتحقيق رضا الجمهور كان فيه توجهات واضحة جدا للسادة المحافظين بأهمية متابعتهم لكل الملفات اللي تخص كل الخدمات اليومية للمواطن المصري وأن يبقى المحافظ على مدار اليوم وعلى مدار الساعة متواجد في كل نطاق المحافظة ويقدر أن هو يتابع الخدمات اليومية ويشوف مدى رضا المواطن على هذه الخدمات لأن ده شيء شديد الأهمية وإحنا كلنا والمحافظين بالذات هم واجهة الدولة يعني الوزرات بتبقى شغالة صحيحة على مستوى مركزي ولكن بتنزل صحيحة على تشتغل على مستوى المحافظة لكن في النهاية المحافظ هو واجهة الدولة التنفيذية وهو اللي بيبقى مسؤول عن متابعة كل العمل الميداني لكل الوزرات والقطاعات وبالتالي كان هناك توجيه ليهم بمتابعة كل المدريات وكل المنشآت اللي بتقدم خدمات للمواطن عشان نتأكد أنها بتقدم الخدمة بصورة جيدة وأن هناك يعني التزام بتحقيق أكبر رضا للمواطن في هذا الشعب اشتركوا في القناة